بعد ما عملنا فوق المتين حلقة على مدار أكتر من ثلاث سنين هنا في قصة حقيقية أغلبهم على المشاكل الزوجية طبعا في المحافظات كتير أنا شفت حاجة مهمة قوي سواء بقى في مشكلة رانيا بطلق قصة حقيقية النهاردة أو المشاكل اللي شبهها عند الستات بتعاني مع جوازها مش قادرين يطلبوا الطلاق الملحوظة دي باختصار أنه ما فيش مرة شفت فيها ست تعيسة في حياتها ونفسها تتطلق من جوزها سواء بقى كان خاين مدمن بخيل بيضربها إلا و أهلها مش راضين يطلقوها ويرجعوها لي بالعافي فكل القصص دي لقيت كده الأهل كانوا سبب رئيسي في المشكلة من الأول هم اللي ورطوها في الجوازة دي دايماً بلاحظ أنه في النوعية دي من المشاكل أن الأهل هم اللي بيجبروا بنتهم على الزوج اللي هي مش عايزها أصلاً من الأول هم اللي بيخلوها طيب عايزة تهرب منهم بأي شكل توافق على أول عريس بييجي من كتر الضغوط و المشاكل اللي هي بتشوفها معاهم حرام هي بقى فاكرة أن الجواز بقى ده خلاص هيحل كل مشاكلي لحد ما تكتشف أن هي هربت من مشكلة كبيرة لمشكلة أكبر منها نفس الأهل اللي ورطوها في الجوازة دي خلوها تختار غلط من البداية هم اللي بيتعاملوا معاها بعد الجواز بمنطق قاوع البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل ترجمة نانسي قنقر